أم يوسف من الشارق بارك الله فيها تقول ما حكم قذف المحصنات أختي أم يوسف الله يرضى عليك يبارك فيك هذه من كبائر الذنوب و من عظائم الآثام و من الخطايا الكبار فالله جل وعلا حرم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات و ذلك لأن قذف المحصنات فيه القضاء على أصل و مقصد من مقاصد الخلق و هو حماية العرض فالإنسان يعيش بسمعته و لذلك إذا تلوثت سمعة الإنسان و رمي بمثل هذا فإنه ليس له وجود بين الناس و لا يمكن أن يعيش مرفوع الرأس و لذلك الشريعة جاءت فضربت طوق من الأمن و الأمان و الحماية و الصيانة على أعراض الناس فلا يجوز لأحد أبدا أنه يطلق لسانه يرتع و يلغ في أعراض المؤمنين و المؤمنات و لذلك ربنا جل وعلا شدد العقوبة على هذا يقول جل وعلا و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تاب فإذا تاب تقبل شهادته و يرفع عنه وصف الفسق لكن الحد لا يقام عليه الحد إلا أن يسقطه المقذوف مثلا قال أنا مثلا أسقطه بعض العلماء يرى بأنه لا يسقط لكن الذي يظهر بأنه إذا تنازل يسقط قبل إقامة الحد عليه و المعنى أخت الفاضلة بأن قذف المحصنات من كبائر الذنوب صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن يا رسول قال الإشراك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق و أكل الربا قال و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات و لذلك قول فلانا زانيا فلانا أو فلان لوطي أو فلانا وصف الفلاني هذا قذف هذا خطير و للأسف الشديد الآن بعض الناس يتساهل في مثل هذا الأمر بل إن بعض الأولاد يعني يتلقون مثل هذه الألفاظ السيئة اللي ما تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله يوم الآخر يتلقاها من الكبار و تصبح سلوك له و العياذ بالله القذف هنا و السب هنا و شيء من هذا القبيل و المسلم مطالب بأن يعف لسانه و أن لا يقول إلا الخير يقول جل وعلا و يقول للناس حسن و يقول جل وعلا و يقول لعبادي يقول التي هي أحسن و النبي عليه الصلاة و السلام يقول لمعاد و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أمسك عليك هذا و أخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم قال أَوَ مُؤَخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يا رسول قال ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَادِ و هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد و ألسنتهم و لذلك الإنسان حتى لو كان بينه و لا يسمع الآخرين يعني بينه و بين مثلا أصحابه أو لوحده يحرم عليه أن يقول فلان زاني أو فلان زاني أو فلان كذا أو فلان كذا يحرم فالله عز وجل يحصي هذه الألفاظ قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و بالمناسبة بعض الناس يستسهل قضية اتهام الآخرين بالأمس و ردتني يعني بشكل خاص يعني سؤال والله مؤلم يعني بعض الناس الآن و ما يتهم الناس في عراضهم لكن يتهم الناس مثلا بأمور أخرى مثل السحر و يعني تتهم وحدة أخرى تقول فلانا سحرتني و فلانا مصليا مسميا منهل القرآن منهل الخير بعيدة عن هذا الأمر هل تحسبون هذا هينا وهو عند الله عظيم يعني هل تعتقد المرأة أو الرجل من هذا أمر سهل عادي يعني و فلانا سحرتني و فلانا ظلمتني و هي بريئة من هذا الشيء و لذلك يقول الله عز وجل و من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بحتانا و إثما مبينة و يقول أنه سلم من ضار ضار الله به و لذلك من العقوبات المعجلة في الدنيا البغي تدرون ما هو البغي البغي مثل الظلم هذا و اتهام الناس و بهت الناس و العياذ بالله يجي بعض الناس يقولك فلان فلان سحرني و فلان كاد لي و فلان مكر بي و شيء من هذا القبيل و هذا حرام ما يجوز اتق الله هذا اللسان اما أن يرفعك في الجنان و إلا يخفضك في النيران نسأل الله العافية و السلام فأعراض الناس ليست مرتع مباح لكل أحد يتكلم يحسب بأنه والله ما في هناك رقيب ولا حسب لا فيه الله عز و جل ألم تعلم بأن الله يرى يوم يقوم الناس لرب العالمين كل شيء سيأتي يقول الله عز و جل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقول جل و علا إن السمعة و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول يقول المجرم يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد فعلى الناس أن يتقوا الله و أن يحافظوا بعض الناس يقول لك والله يعني يخاف من مثلا الملاحقة القانونية طيب شريعتنا أمرتنا بها و تشكر حقيقة الدولة لما وضعت قانون فيما يتعلق بملاحقة كل من يسئل الآخرين و رتبت عقوبات زاجرة و رادعة و قوية لأن عراض الناس ليست مرتع مباح و ليست ساحة يخوض فيها كل أحد على الناس أن يتقوا الله و أن يتأدبوا بآداب الإسلام هذا ديننا الذي أدبنا و ربانا و علمنا هذا كتاب الله و هذه سنة النبي عليه الصلاة و السلام